لدعم قطاع تجارة التجزئة تستمر فعاليات عروض صيف الشارقة الحدث الرئيسي في أجندة الشارقة السنوية والتي تعد إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتدرج تحت مظلتها فعاليات عروض العودة للمدارس صراحة وأنا أتجول اليوم طبعاً ليأي الأشياء ثانية أشتري لكن يتخيل لي أسعار موايد حلوة بتناول اليد حق الكبير والصغير أو اللي عندي يعني مدخولة يمشي يمشي شفت في الكتب في الدفاتر وفي المجلات عفواً في الشنطة ما شاء الله عليهم أسعار موايد حلوة كثير هي العروض بتوفر صراحة يعني أنت بتاخدي كمية منيحة بسعر ممكن تكتي تاخدي واحدة أو اثنين بس فهذا الشيء كثير شفت أنه أكيد مفيد وكثير ناس رح تستفاد منه طبعاً تضمنت الفعاليات عروضاً ترويجية رائعة وأنشطة ترفيهية مبهجة ترسم البسمة على وجوه سكان الإمارة وزوارها ومن ضمنها عروض قيمة من قبل مراكز التسوق والمكتبات والمتاجر على جميع المستلزمات المدرسية بما فيها الملابس والقرطاسية وهو ما يتيح للعائلات شراء ما يحتاجونه بأسعار مخفضة والله العروض كثير كانت ممتازة ومنيحة ولقينا طلبنا موجود بالميغا مول كنا كنا فتعني دورنا كثير بمولات تانية معا من لاقي العروض عروض ترويجية وتخفيضات كبرى تساهم في تعزيز اقتصاد إمارة الشرقة وتلبية احتياجة القطاع الخاص وتنشيط حركة المبيعات والأسواق على مستوى مدن ومناطق الإمارة حياكم الله مشاهدين الكرام لنزال مع عروض صيف الشارقة والحديث أكثر حولها وأبرز ما تقدمه من فعاليات ومفاجأات يستعدنا الرحب بالأستاذة عيشة صالح الزرعوني المتحدث الرسمي باسم عروض صيف الشارقة حياة شاء الله ويوم رحبا بك الله يحييكم شكرا جزيلا لاستضافتكم ولأن أنتم دائما تكونون جزء مهم من تغطية أحداثنا وفعالياتنا شكرا جزيلا لكم وشكرا على الاستضافة شكرا لك تستمر عروض صيف الشارقة وهي بدأت قبل أسابيع لو تحدثين عن أهمية هذه العروض عروض صيف الشارقة هي تعد الحدث الأبرز أو الأكبر في أجندة الشارقة السنوية الخاصة بقطاع التجزئة انطلقت منذ الأول من يوليو وتستمر إن شاء الله حتى الرابع من سبتمبر لعام 2022 هذه العروض نقدر نقول أنها جدا مهمة لقطاع التجزئة للسياح لمرتادي مراكز التسوق أيضا للمقيمين وليس فقط للسواح والزوار أهميتها تكمن في أنها ممكن أن نقول أنها تسهم في رفع الإرادات للمحلات التجارية تنشيط الحركة الاقتصادية أيضا دعم قطاع السياحة أيضا من خلال العروض نستقطب عدد أكبر من السياح ومرتادي مراكز التسوق نطلق خلال هالعديد من الحملات والفعاليات التي تزيدها نجاح وتزيدها أهمية نعم أيضا يمكن للمقيمين والمواطنين استفادة من هذه العروض الصيفية وهي تستمر بشكل دوري على مدار العام صحيح؟ نعم نحن غرفة تجارة صناعة الشارقة تنظم أو عندها عروض الشارقة تأتي تحتها العديد من الفعاليات والعروض أهمها عروض صيف الشارقة أيضا رمضان أيضا العيد مهرجان عروض الشارقة للتسوق وغيرها الكثير من الفعاليات التي تقام على مدار العام تحت مضلة عروض الشارقة جميل وشو اللي يميز يعني عروض صيف الشارقة؟ عروض صيف الشارقة هذا العام طلقنا شعار اكتشف صيف الشارقة يميز أن تتخللها العديد من الفعاليات والمبادرات ضمن فترة العروض أذا أذكر لك مثال مثلا قبل عيد الأضحى كانت هناك تنزيلات كبرى وصلت إلى 90% أطلقتها مراكز التسوق والمحال التجاري المشاركة في المهرجان استفاد منها العديد لله الحمد كانت هناك معدلات شراء مرتفعة لأن الخصومات كانت بمعدلات مرتفعة أيضا اللي يميزها ممكن نقول أن تخللت عروض صيف الشارقة لهذا العام مبادرة أو فعالية العودة للمدارس التي نظمتها العديد من مراكز التسوق والمحال التجزئة كلهم يعني كل مركز تسوق له فعاليات خاصة فيه ضمن نطاق مبادرة أو فعالية العودة للمدارس التي تندرجتها عروض صيف الشارقة بإذن الله ستستمر حتى التاسع من سبتمبر بإذن الله ما المراكز والمحال التجارية المشاركة ضمن هذه العروض؟ ما شاء الله المراكز والمحال التجارية عديدة أنا ما أذكر بعض وأنسب جزء آخر لأن ما شاء الله المراكز هم الأقبال كبير من المراكز التجارية ومحال التجزئة التي شاركونا أغلبهم أو ممكن أقول أكثر المراكز التجارية في الإمارة مشاركة معنا وكثير أيضا من محال التجارية منها تعاونية الشارقة وغيرها والكثير منهم شاركوا وأطلقوا حملات خاصة فيهم لكن ضمن فعاليات العودة للمدارس تحمل يعني نفس المعنى ونفس المضمون جميل يعني هناك نسب عالية من الخصومات توفرها المحال التجارية صحيح؟ نسب عالية من الخصومات أيضا الخصومات شملت مجموعة واسعة من المنتجات أيضا جوائز نقدية وعينية وخصومات وكوبونات وغيرها نعم جميل وكيف يمكن الحصول على هذه الجوائز أو يعني الحصول أو الدخول إلى هذه المسابقات والسحوبات؟ بكل بساطة التسوق في هذه الفترة قول ما تنتهي العروض إن شاء الله التسوق في المراكز التجارية والشراء من المحال المشاركة في المهرجان من خلال التسوق من خلال يعني يمكن التسوق إلكترونيا وغيرها كل مركز تسوق أو كل محل له سياسة وشروط لدخول السحب ممكن أن هي تكون خاصة فيهم لكن ضمن العروض مثل ما قلت لك على تشكيلة واسعة يعني يوم نتكلم عن المستلزمات الدراسية ليس فقط القرطاسية عندك الملابس عندك أيضا الأجهزة الإلكترونية بما أن الآن أغلب التعليم صار رقمي مثل الآيباد اللي هي الأجهزة اللوحية الأجهزة الحواسب المحمولة وغيرها فهذه جميع عليها خصومات في مختلف الأماكن وأيضا فيه وائد جوائز تقدمها مراكز تسوق مثل منح دراسية مثل أجهزة إلكترونية مثل ما ذكرت وغيرها الكثير أيضا جوائز نقدية نعم هي فرصة مثالية يعني لأملياء الأمور واستغلال يعني هذه العروض خاصة ونحن يعني على بواب يعني بدء المدارس وبدء يعني المرحلة الدراسية شملت يعني هذه العروض يعني جوائز قيمة مثل ما ذكرتي تنوعت في مدن وإمارة الشارقة أم فقط في داخل يعني وسط أو في قلب الشارقة لا أكيد أكيد في جميع مدن إمارة الشارقة ما ننسى عندنا مثلا كالباء مول مشارك معنا في عروض صيف الشارقة الرحمنية مول وغيرها الكثير يعني ليس فقط في مدينة الشارقة أيضا المدن التابعة طبعا ما ننساهم هم يعني مساهمين أو عفوا مشاركين معنا في عروض الشارقة للتسوق وفي أغلب فعاليات غرفة تجارة الصناعة والتشارقة أكيد دائما هم مشاركين معنا ويطلقون عروض مميزة أيضا يطلقون فعاليات ترفيهية جدا رائعة للأطفال كانت خلال الصيف أو خلال مهرجة العودة للمدارس لكن في الصيف وعلى يعني فترات العيد وغيرها طلقوا العديد من الفقرات والفعاليات الترفيهية التعليمية للأطفال يعني نظموا الكثير من الأنشطة الرائعة ما شاء الله شهدت تقوال كبير لله الحمد جميل يعني تشجيع الأطفال قبل أن نرى العودة للمدارس شوي يمكن أن نضايق لكن مع هذه الفعاليات نعم يعني وهذه المسابقات وتحفيز الأطفال على يعني بدء العام الدراسي بروح إيجابية ويعني بحماس نعم وهذا هو هدفنا نحن في غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأيضا في أيضا هدف قطاع التجزئة لمشارك معنا أننا نحن نحفزهم أن يبدون عامهم الدراسي بروح نشطة وإن شاء الله نتمنى نعلم كل التوفيق نباهم نردون بحماس مثل يعني أكثر عن قبل إن شاء الله نعم يعني بدأت هذه العروض أستاذة عايشة زرعوني قبل أسابيع لو نتحدث عن أقبال الناس خلال هذه الأسابيع اللهم لك الحمد الأقبال كبير حسب الحصائيات التي توصلنا من مراكز التسوق والمحال المشاركة الأقبال جدا كبير نسب المبيعات مرتفعة أيضا نحن نقدر نشوف أثر الأثر هذا على الناس يوم ننزل يعني عندنا طرق معينة لقياس مدى رضا الجمهور نشوف أنه ما شاء الله مرتدي مراكز التسوق في رضا عن الخصومات لأن قتلك الخصومات تشمل تشكيلة كبيرة ومتنوعة جدا من المنتجات فالأقبال كبير خصوصا أن مقارنة بالعام الماضي نفس هذا الوقت نسب المبيعات مرتفعة أكثر هذا لأن نسب الخصومات مرتفعة أكثر عن العام الماضي فبالتالي زادت المبيعات زاد أقبال الناس على مراكز التسوق وحين في فترة صيف عندنا سياحي ومنبرع وما شاء الله قطاع السياحة نشط عندنا الحين خاصة بعد الجائحة فهذا الشيء أثر وساهم في أن المبيعات ترتفع الكثير من المحلات ومراكز التسوق استفادت من عروض الشارق للتسوق ماذا عني نشر الإعلانات وإيصال هذه الخصومات وهذه المميزات والمسابقات والفعاليات لمختلف شرائح المجتمع تعاوننا مع جهات كثيرة كانت أطلاقنا حملة إعلامية كبيرة قبل ما نبدأ تعاونه معنا جهات إعلامية طبعا أهمها أنتوا أيضا بالز ريديو إذاعة الشارقة أيضا التلفزيون برنامج أماسي أخبار الدار أيضا العديد من الصحف والمجلات أيضا إعلننا عن طريق مجلة غرفة التجارة وطبعا الإعلام الحين السائد أو الذي أثر طريقة كبيرة هو الإعلام الرقمي لدينا صفحة خاصة بعروض الشارقة شارجة بروموشنز على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وتويتر وغيرها تتضمن جميع العروض تتضمن التفاصيل مهمة تتضمن طرق مثلا السحب والجوائز وغيرها والفعاليات التي تنظمها المراكز التجاري والمحل المشاركة فهذه كلها التسويق الرقم يساعدنا جدا في الوصول لأكبر عدد من المستفيد أو أكبر عدد من السياح والزوار أو الشريحة المستهدفة صحيح يجب الوصول لمختلف شرائح المجتمع وخاصة أن هناك تنوع في الجنسيات مثلا ما ذكرتي هناك إذاعة باللغة الإنجليزية صحيح نعم تم تعاونهم ويون كان في مجلس مورننج كان اسم البرنامج ومن خلاله روجنا للعروض عند انطلاقها لأن مثل ما قلت لك نستهدف شرائح عدد من المجتمع ليس فقط المقيمين أيضا الزوار ليس فقط الشباب عندنا أيضا الأطفال وكبار السن وغيرهم نعم جميل كيف تم دراسة الموضوع قبل وضع هذه العروض نحن عندنا أجندة سنوية أو خطة نضعها على مدار العام تحت مثل ما قلت لك عندنا اللي هو عروض الشارقة التي أطلقتها غرفة تجارة صناعة الشارقة ضمن عروض الشارقة هناك الكثير من العروض الفعاليات ترخلى لها خلال العام حسب المناسبات المختلفة مثل ما قلت لك عندنا رمضان عندنا أيضا الشتاء يعني في الشتاء نطلق فعاليات يعني أكثر تستهدف المناطق يعني تروج للمناطق الخارجية لأن الجو يكون مثلا أحلى أيضا الإجازات الصيف غيرها المدارس فأول شي ندرس نحن الفعاليات المختلفة نشوف نراتبها حسب الأهمية بناء عليها نضع هذه العروض نحدد لكل فعالية أو أكثر عن فعالية نضمهم في عروض يعني مثلا عروض صيف الشارقة استمرت من يوليو وحتى الرابع من سبتمبر تخللتها فعالية عيد الأضحى وأيضا العودة للمدارس فجمعناهم تحت مظلة عروض صيف الشارقة اللي هي أصلا بالأساس تندرج تحت مظلة عروض الشارقة بشكل عام فبناء على هذا الأساس نحلل الخريطة الاقتصادية نحلل المتغيرات اللي تحصل في قطاع السياحة في قطاعات المختلفة نحن مبس هدفنا أنه نعم نحن نركز على قطاع التجزئة في عروض الشارقة لكن أيضا هذه العروض يستفيد منها قطاعات مختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر قطاع السياحة قطاع المواصلات أيضا المطاعم والمأكولات كل هذه القطاعات تنتعش خلال فترات العروض فنحن نشوف بشكل عام الوضع في الإمارة الخريطة الاقتصادية بشكل عام الوضع التجارة وغيرها وبناء عليها نسوي مثل ما تقول فبناء عليها نشوف شو هي إيجابيات وين الفرص ونحاول أن نغتنمها ونضع بناء عليها خطتنا نعم جميل كيف يتم قياس النتائج بعد عروض صيف الشارقة؟ عادة بعد كل عروض أو فعاليات تقيمها غير فترات صناعة الشارقة هناك لجنة تقوم بدراسة من جميع النواحي دراسة شاملة نأخذ النتائج من نحلل المعلومات والبيانات التي تصنم مراكز تسوق المحال المشاركة وأيضا من الجمهور من وسائل الإعلام التي تواصلنا معها أيضا من مواقع التواصل والجتماعي الخاصة بالعروض نأخذ البيانات نجمعها من جميع المخرجات والبيانات وغيرها ونطلع بتحليل نشوف مدى نجاح الفعالية ما هي نقاط القوة ما هي نقاط الضعف كيف يمكن أن نطورها في نسخها القادمة أيضا رأي الجمهور نستمع لأيضا هناك ضمن مجموعات العمل في غرفة تجارة وصناعة الشارقة عندنا مجموعة عمل المراكز التجارية دائما نأخذ رأيهم نجتمع معهم نشوف شو هي السلبيات والإيجابيات للعروض أو للفعالية التي انتهت ويعطونهم آراهم نأخذ آراهم بعين الاعتبار نشوف اقتراحاتهم نحاول نطبقها في النسخ القادمة من العروض فمثل ما تقول عناصر مختلفة نجتمع مع عناصر نأخذ معلوماتنا من عناصر جدا مختلفة ونحللها ونطلع بمخرجات تساعدنا على وضع اقتراحات للنسخ القادمة لأنها تكون أفضل جميل وكيف رأيتم تعاون المحل التجاري والمركز التجاري أنت ذكرتي لي ما شاء الله هناك العديد من المحل التجاري والمركز التجاري رحبت بهذه الفكرة ورحبت بهذه العروض كيف رأيتم تعاون وقبال هذه المراكز ما شاء الله تعاونهم كبير معنا أيضا إقبالهم كان جدا رائع للعروض لأن في الفترات السابقة عندما شاركوا معنا في العديد من العروض كانت لها نتائج إيجابية لهم والمهرجانات والفعاليات والعروض التي ننظمها فلولا استفادتهم ما كانوا ردوا وشاركوا معنا فهالمرة شهدنا إقبال كبير جدا ليس فقط من مراكز تزوق حتى المحالة التجارية نسبة الخصومات كانت رفعوا نسبة الخصومات لأنهم استفادوا منها في النهاية هذا هدفنا أننا ندعم قطاع التجزئة والقطاعات الأخرى لكن بشكل أساسي قطاع التجزئة رفع المبيعات دفع عجلة تنمية أعمالهم بشكل مستدام هذه كلها من أهداف غرفة تجارة وصناعة الشارقة فهم يرون هذا العائد الإيجابي الكبير لهم هذا يشجعهم أيضا أن يشاركوا معنا في العروض القادمة بإذن الله فكان تعاون جدا كبير منهم ملتزمين بالشروط يشاركوا معنا في فعالياتنا ينظمون فعاليات خاصة فيهم تحت مضلة العروض جميل وما هي رؤية غرفة تجارة وصناعة الشارقة المستقبلية وكلمة أخيرة توجهين للسادة المشاهدين يعني نحمسهم لاستفادة من هذه العروض رؤية غرفة تجارة وصناعة الشارقة دائما أن نحن ندفع بالعجلة الاقتصادية أن نحن نعزز التنافسية في الإمارة أن نحن ندعم ونطور الأعمال وننميها بشكل مستدام نحاول كثر ما نقدر أن نوفر السبل والفرص لأعمال ولمستثمرين في الإمارة لأنهم يطورون من أعمالهم لأنهم يتعلمون أكثر لأنهم تكون أعمالهم مستدامة أكثر أيضا أحب أقول أدعو الجميع للاستفادة من عروض صيف الشارقة لأن أيام قليلة وستنتهي خصوصا فعالية العودة للمدارس وأتمنى لأطفالنا الطلاب والطالبات عودة ممتعة عودة أيضا أتمنى لهم عام دراسي موفق ونتمنى لجميع المشاركين أنهم يستفادوا وأن إن شاء الله في المرات الياية نضف عاليات أكبر وأحلى بإذن الله ضمن عروض صيف الشارقة أو عروض الشارقة بشكل عام بإذن الله إذا مشاهدين اقتنموا الفرصة لزيارة المراكز والمحال المشاركة للاستفادة من فعليات عروض العودة إلى المدارس كل الشكر والتقدير للأستاذة عيشة صالح الزرعوني المتحدث الرسمي باسم عروض صيف الشارقة شكرا لك شكرا جزيلا وشكرا لإستضافتكم